جات لنا سئلة كتيرة عن مش المرضى اللي هما كبار السن عموماً يأكلوا زي في رمضان فين الفطار والسحور كبار السن بينقاسم طبعاً إلى مرضى وأصحاء ما ممكن يكون واحد كبير في السن ومعندوش أي مشكلة صحية وممكن طبعاً يكون عنده مشاكل صحية عديدة طبعاً مشكلة صحية اللي بيعاني منها بتأيدنا جداً وبتحدنا جداً لأنه لو بيعاني من زبحة صدرية أو مشكلة في الكلا مفاجأة أو مثلاً التحليل بتاعته أثبتت أن علو مستوى اليورية والكرياتين بشكل كبير فطبعاً ده هنقوله لازم الناس دي لازم هتفتر عنده مشكلة في الكابت كبيرة عنده فيروس دي عنده حاجة تعوق أنه يصوم طبعاً ده لازم يفتر فور لكن لو بنتكلم مثلاً على كبار السن بشكل عام هنقول أنه أولاً مشكلته بتتركز في أن أساساً العسارة الهاضمة أو عملية التمثيل الغذائي عنده بطيقة ده معناها أنه بيعاني بشدة جداً من الحموضة في معدته بيعاني من الإنساج بيعاني من الغذات بيعاني من عدم الأحاسيس نفسها عنده ضعيفة شوية الإحساسه بالبلع أو بمضغ الطعام أقل من الأول إحساسه بالطعام نفسه أقل من الأول والتزوق نفسه حاسة التزوق أقل من الأول اللي هو العطش إحساس العطش نفسه قليل النفس الأسنان بتاعته ضعيفة ما تقدرش أن هي تهدم حاجة صلبة فهو يعني كبار السن عندهم مشاكل فيه حتى المستقبلات العصبية عندهم ضعيفة عنده فيتامين بي 12 ضعيف جداً الأعصاب عنده ضعيفة عنده تقلصات في العضلات بتصيبه حتى وهو نيم إذن أنا قدام هذه المشاكل العديدة لازم ببتدي أغير الهرم الغذائي بتاعه فطبعاً أول حاجة بناخدها في الهرم بتاع كبار السن طبعاً على رأس الهرم بتكون أقل حاجة فيه اللي هو 5% برضو بتكون دهون ومكسرات الحاجات اللي هي صعبة في الهضم الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها دهونة عالية ما يقدرش يهدمها بالعصرة الصفرة بتاعته ننزل بعد كده من رأس المسلس وقمته تحت شوية هنقول إن اللحوم بتاعته برضو ما تكونش دسمة خالص بالعكس ببعد تماماً عن المواد الحفظة اللي موجودة فيها ببعد عن اللحوم الدسمة تماماً ما فيش أي حاجة بياخدها فيها دهون بيبعد عن كل حاجة مثلاً فيها الكبد والكلاوي والحاجات دي كلها يبعد تماماً كلها دي بتعلي من مستوى الكوليسترول في جسمه اللي هو قريدي عالي ببتدي إن أنا أخد برضو الأجبان قليلة الدسم الحاجات اللي هي ما تاخدش وقت في الهضم كتير بنبتدي نقول ده عنده حموضة معنى كده إن اللحمة الحمرة بتزود الحموضة بتلمعدة بنبتدي نستبدلها بالبروتين النباتي اللي هو موجود في البقول في الحمص في اللوبيان في الفول الحاجات دي كلها اللي هي البقول بصفة عامة أو الحبوب بصفة عامة عامة فيها بروتين بس بروتين نباتي مش حيواني فبالتالي بيزود قلوية المعدة هي أصلا مشكلة حموضة المعدة اللي عند كبار السنة بتعملهم إيه؟ بتعملهم عدم انتصاص للكالسيوم في الدم فإذا أنا علشان أقدر أخليه يمتص كالسيوم أكتر يبقى لازم أستعيد ببعض اللي هي الحاجات اللي هي تزود من معدل كالسيوم في جسمه ممكن ياخد لبن أو زبادي بس خالد دسم وطبعا إحنا مع كبار السنة طبيعي بنيديهم فيتاميز وكالسيوم سابليمين يعني لازم ياخد راس الكالسيوم دي أساسية في جسمه بس طبعا ببتدي أخد بالي من هذه المشاكل اللي في معدته ومن الحموضة اللي في معدته اللي بتأثر على امتصاص الطعام بالتالي ببدلوش بنزل كمان بعد ما قلنا الهرم قلنا أول حاجة الدهون بالنسبة قليلة جدا وبعد كده اللحمة والطيور بالنسبة برضو أقل من الأول بننزل شوية هنلاقي البقول والحبوب والبروتين النباتي ده مهم جدا بالنسبة لكبار السنة ببتدي أن أنا أزود لهم البروتين ده بإيه مش أن أنا أزود بقى اللحمة الحمرة بالعكس أن أنا أضيف فول السوية على البروتين النباتي يعني مثلا لو أنا بعمل فول أحط عليه فول سوية لو أنا بعمل أي بقول تانية زي لو بيعاس أحط عليه فول السوية ده هيزود القيمة الغذائية بتاعة البروتين النباتي وبالتالي هيزود من كلوية الدم ويقلل من الحموضة اللي موجودة في جسمه فإذن أنا كده بعادل المشاكل اللي عنده لو نزلنا برضو بقاعدة المسلس تحت هنلاقي هي العناصر اللي ممكن ناخدها بدون أي حساب هي الفكهة والخضار إذن كبار السن دول محتاجين فكهة والخضار بشكل جبير قوي محتاجين الألياف اللي موجودة فيها محتاجين الحديد الموجود فيه محتاجين الفايتامين بي 12 الموجودة فيه في الصلطة وفي الخضار في الفكهة يعني مثلا على الأقل ما بين الفطار والسحور بديهم مرتين فكهة بس ما تكونش فكهة مجففة يعني بحاول أن أنا أديهم حاجة فيها ألياف زي الكنتالاب بديهم البطيخ بديهم التفاح بديهم البرتقان الحاجات التي فيها ألياف عالية دي بقى بنديها على أهل 3 مرات في اليوم وإن شاء الله حتى لو مش قادر أن هو يكلها ممكن نعملها يعني ممكن نعملها زي فروت ساعت ممكن نعملها حتى يعني في الخلاط عصير ممكن نعملها مسلوقة حتى بحيث أن معدته تقدر تهدمها بسهولة أو أسنانهم تقدر أن هي تكلها أو تمدخها بسهولة أهم حاجة أن أنا بزود جدا من القيمة الغذائية للألياف وبزود الصلطة والخضار على قد ما بنقدر لكبار السن طبعا بيختلف بقى يعني يعني مثلا ممكن تكون سيدة هي اللي عندها مشاكل وليه بتزيد طبعا السيدات بعد سنها الخمسين جدا في مشاكلهم بسبب قلة هرمون الأستروجين اللي هو أصلا بيمدهم بالبروتين والكالسيوم فطبعا ببتدي أن أنا أستعيد عن البروتين برضو اللي كانت بتاخده بالبروتين اللي هو النباتي ليه بقى؟ إن البروتين الحيواني هتبقى هي مؤردة جدا مع قلة الأستروجين إن هي ممكن تصاب بضغط أو سكر أو كوليسترول حتى لو كانش عندها قبل كده بتبتدي بعد سن الخمسة وخمسين إن هي تصاب بهذه المشاكل وكان ما عنداش أي أعراض لها قبل كده خالص كل ده بسبب قلة الأستروجين في الجسم فبتدي أن أنا أعوضها طبعا ببروتين النباتي بشكل كبير وبفول الصوية على الأخص أبتدي أن أنا أجلها عند وجبة الصحور وديها مثلا زبادي مع جنين الأمح حاجة تعوضها عن هرمون الأستروجين لأن طبعا الجماعة لو كلمنا على هرمون الأستروجين ده هنلاقيه برضو ممكن موجود في بعض البقول موجود في الحبوب موجود في البليلة موجودة في الشفان موجودة مع جنين الأمح فهي لو خدت العناصر اللي فيها ألياف عالية دي مع الزبادي في آخر اليوم في الصحور مثلا بس طبعا ما يبقاش آخر حاجة في اليوم تبتدي تاخدها قبل النوم مثلا بساعة حتى العظم يبتدي يلق يمتص هذا الكالسيا مجوى جسمها ترجمة نانسي قنقر